النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون مخفض جوي خمسيني وصل خلال ساعات ليل أمس إلى أجواء البحر الأبيض المتوسط ويتحرك باتجاه شمالي شرقي ليتعمق في أجواء بلاد الشام خلال ساعات نهار اليوم الخميس وكذلك الأمر نهار الجمعة يدعم هذا المخفض الجوي الخمسيني علويا بامتداد مرتفع جويا شبه مداريا علوي مترافق مع كتلة هوائية دافئة بشكل واضح وصريح هذه المنظومة الجوية متوقع أن تفرز بعد مشيئة الله تعالى طقسا غائما إلى غائما جزئيا ومشمس على فترات حيث متوقع أن تنتشر بعض الصحب العالية والرقيقة مع بعض الأجواء المغبرة والسديمية من وقت إلى آخر بفعل منظومة الضغط الجوي المنخفض الخماسيني بإذن الله تعالى بناء على هذا التحليل يتوزع الضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون التقس اليوم الخميس مشمسا إلى غائما جزئيا تنتشر خلال ساعتنا بعض الظهر الصحب العالية والرقيقة ويتحول التقس إلى سديميا مغبر قليلا ومغبر بشكل واضح على مناطق الجزيرة تسجل درجات الحرارة فعا ملحوظا لتلامس 25 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 10 درجات مئوية تتحرك الريحة الغربية بسرعات ضعيفة عند 10 كم في الساعة بالنسبة لطقس الجمعة الجديدة على الحالة الجوية حيث تستمر الأجواء السديمية المرافقة للمخفض الجوي الخمس سني والذي متوقع يتعمق في أجواء البلاد خلال ساعات نهار الجمعة لتبقى الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرص ضعيفة لبعض الزخات المطرية من وقت إلى آخر لكن تبقى باحتمالات ضعيفة ومتفرقة كون المخفض الجوي لا يدعم علويا بالرطوبة والبرودة اللازمة تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتلامس 24 درجة مئوية نهارا لكنها تبقى ليلا عند 10 درجات مئوية تتحرك الرياح الغربية بسرعات متوسطة عند 15 كم في الساعة بالنسبة لطقس السبت يتحرك نحو المنطقة مرتفع جوي سطحي من جواء تركيا يسيطر على البلاد نهار السبت لتبدأ درجات الحرارة مع مغادرة المخفض الجوي الخمس سني بالانخفاض لتسجل 21 درجات مئوية نهارا لكنها تصل ليلا إلى 5 درجات مئوية تتحرك الرياح الغربية بسرعات نشطة نسبيا عند 20 كم في الساعة إذن أهم ما يميز تقس الساعة القادمة هو تعمق مخفض الجوي الخمس سنين مصاحب للتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسحب رقيقة وعالية مع بعض الأجواء الساديمية والمغبرة على مناطق دون أخرى وفرص ضعيفة لبعض الزخات المطرية العابرة في التوقعات متوسطة وبعيد من أن نتوقع بإذن الله أن تدوم الأجواء الغائمة والغائمة جزئيا والدافئة بشكل ملحوظ طيلة أيام الأسبوع القادم مع فرص لبعض الحالات عدم الاستقرار التي تكون على نطاق ضيق لا يذكر في التوقعات متوسطة وبعيد المدى نتوقع بإذن الله تعالى في التوقعات بعيد المدى أن يكون لدينا مخفض جوي فعال بعد منتصف شهر آذار لكن هذا التوقع كما تعلمون بعيد المدى وما زال يفسرنا عنه 15 يوما لذا فهو قابل للتغيير ونذكره لكي يتفاعل الناس بالأمطار خلال الفترة القادمة ونأمل من الله أن يسقينا الغيثة ولا يجعلنا من القانط هذا كان كلما تعالى قطورات حال جولي قادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون